اشتركوا في القناة واكيد الاكاونت سابعة كل واحد مننا حتى دائما نكون على تواصل نحن وياكم منطلق بلقاءاتنا والفقرة الاولى بتاخدنا لعالم الفن لعالم التمثيل لعالم المسرح لما نحكي عن هالشخصية بعالم التليفزيون بعالم السينما بعالم المسرح سنكون عم نحكي عن مثل بعيد كل البعض عن هيدا البهرجة لانه هالأد ملتزم وهالأد عنده عشق وغرام بعمل وكل شخصية بيجسدها بقدر يقنعنا فيها بطريقته الخاصة دائما لما نتابعوا بمسلسلات منحس بحرافية عالية منصدق الشخصية وهيدا اهم شغلة نقدر نقدمها اليوم كمان عمل جديد على المسرح رح نحكي بتفاصيل ومشاريع تانية كمان مسلسلات ناطرينا لحتى نتابعوا من خلاله زميل وصديق وشخص نفتخر فيه بالفن اللبناني الممثل هشام ابو سليمين صباح الخير صباح الخير شهادي شو اخبارك السعد لي صباحك اهلا وسهلا فيك هشام يعني دائما لما نكون هيك عم نتابع عمالك ان كان بالانتاجات المشتركة او ان كان بالانتاجات اللبنانية الصرف من الاشخاص يلي دائما بنفتخر بشو بتقدم وشو بتعطيل لانه هيك بترسم الشخصية على طريقتك بمعايير ما بتشبه اي شي تاني اليوم شو بيستفزك هيك بالشخصية يلي بتختارهم يلي بتقول اي عليهم لحتى تكون مشارك بالعمل اي شخصية هيك بتستفزك اليوم اول شي شكرا كتير على المقدمة ان شاء الله كون بيستهلا يعني اللي شرحته عن هشام ابو سليمين اللي ممثل كيف بيحضر ادوار وكيف بيركب شخصيات وكيف بيشتغل على اداء التفاصيل بالادوار كنت مفتكر حالي اني عم بيشتغل اه وبحضر لكاركتيراتي بهال المسرحية اكتشفت انه انا ما اني شاغل قبل اصور لوين لأنه الشغل مع البروفيسور طلال درجاني بيختلف تمام الاختلاف عن كل شيء اشتغلته قبل بتحضير الدور بالمنهج الأكاديمي يلي اشتغلنا على أساسه لأنه مسرحية شو بدي خبرك عن المسرحية مسرحية بلاطس البنطي يلي بتنطلق ابتداء من 8 أذار وبتستمر لـ 8 نيسين بالمركز السقافي الروسيبي فيردان هل تعاون مع البروفيسور طلال درجاني اللي منجه له كل تحية أيضا بمشاركة عدد من الممثلين مثل خالد العبدالله مجد زغيب وتحية لكل طاقم العمل على كل حال يعني اليوم به هالخصوصية يعني عم بتقدموها وذكرت التعاون مع طلال درجاني شو الخصوصية لتعاون معه شو المميز بالعمل مع بروفيسور طلال أول الشي نحنا يعني كممثلين اشتغلنا قبل كيف نستلم نصوصنا وكيف نحضر ما بيكون فيه تحليل للنصوص يلي منشتغلها إذا كانت تقيلة ولا مش تقيلة يعني ما كان فيه هالتحليل ما كان فيه الشغل مع المخرج إنه المخرج يقعد مع الممثل ويصيرها جلسة القراءة والتحليل للدور الشغل مثل هيدا بيتطلب على المنهج الأكاديمي هيدا اللي بيختلف إنه منهج أكاديمي فني إله باكراوند إنه تقيل منحضر الدور أول الشي بتحليل عميق للنص ونص بلاطس البنت لميخايل بلجواجوف أكل 12 سنة تحضير بعد ما خزقوا ثلاث مرات يعني تشاف النور وهي كرواية ورجعت بروفسور طلال درجاني أكلت معه خمس سنين تعمل الرواية مسرحية يعني تصور هيدا يعني 12 سنة وخمس سنين ترجعت خلقة هيدا المسرحية بقديش فيه تقل فأنا كممثل قديش عندي مسئولية إنه قديش تاكل هيدا المسرحية وقت تتحضرت قديش عندنا مسئولية تنظهرها على المسرح بشغل على منهج ستانسلافسكي وعلى إيدان البروفيسور طلال درجاني يلي بيختلف تمام الاختلاف عن كل المخرجين يلي أنا شخصيا تعرف عم تحتي تكنيك وحتى يعني ترميت عم بتقولون عم بردونا للمسرح الأصلي الأساسي لهالمدارس يلي تعودنا عليها بوقت اليوم في كتير أعمال ولكن ما عم تلتزم بهالمناهج في كتير أعمال بس عم تعمل عرض للعرض لأكتر نرجع لهالمدارس نرجع للأساس يلي بينطلق منه المسرح عشان هيك ما تقدمنا عشان هيك مش عم نشوف شي يضاهي المسارح يلي عم نشوف يلي المسارح العالمية مثل هيك مسرحية بهيك تحضير بهيك منهجية أكاديمية فنية بالشغل مع الممثل وكيف تحضرت النصو كيف تحضر النص هيدا عم تحكي بشي عالمي نعم بس ما بعرف قديش انه نحن هون بلبنان مهيئين لنحضر هيك مسرحية فنية متكاملة من ناحية النص من ناحية الإخراج من ناحية الممثلين وأنا بوجه تحية لأكيب العمل طبعي يلي هو خميرة النجاح إذا بدك لأنه عمل يعني الممثلين كتير اقراب وكتير من حب بعضنا وهيدا هو سر النجاح طبعا يعني نحن بالمطبخ الفنية طبعا المسرحية كممثل كمخرج كمساعدين هي اللي بتظهر هيدا العمل الفنية تيطلع على الجمهور ويحبه عم شوف الأنونس على الهواء البوستر لوحة ايه يعني هيدا البوستر لوحة لدالي يعني كتير بتصيب كتير بتصيب يعني العمل بكل تفاصيله واسم العمل راح نشوف كمان صور من شخصية التمرين يلي عم بتقديها ومن التمرين يلي عم بيكونوا بالشخصية يلي عم تلعبها متة دور متة هيك شو الخطوط العريضة يلي ارتكست عليها لحتى تقدر تجبل أحاسيس وتفاصيل الشخصية لحتى انصدر بس البروفيسور طلال درجاني هون عم بي يا الله شو رائع شو رائع بالتحليل وشو بيحب يعني يشتغل على الممثل بطريقة رائعة هون عم تشوف استيس خالد العبدالله كمان بدور بيلاطس البنتة وبس بدي خبرك انه نحن هون هيده بروفيت بالتمرين يعني بس نحن اشخاص يعني بس من دون سينوغرافيا ومن دون ديكور ومن دون ابدا ولا شي رح يتفاجأوا العالم بالسينوغرافيا اللي موجودة على المسرح هون يعني شوف صراحة انا كتير فخور اني عم بيشتغل بهيك مسرحية وكيف تحضر التألعب دور متة فيه تعب نفسي بيجي مع هيك ادوار مركبة مع هيك ادوار صعبة يعني فيه عندك افعال مسرحية بتعملها انت كممثل يعني بدك تكون حقيقي اول شي بدك تحلل منيح الناس بدك تشتغل على دورك ومع الدكتور طلال ما فيه مع بروفسور طلال ما فيه خوف على الممثل كيف يطلع ما فيه خوف لانه منشتغل على ادق التفاصيل وهيك شغل بيتطلع بكتير كتير وعي عند الممثل وسقافة سقافة ضرورية تيستوعب الكم الهائل من المعلومات ومن الافعال يلي بيعطيها المخرج وهيدي مش حيال الممثل بيشتغلها هون عم نشوف من يعني ما بعرف اذا يعني عم تحمسنا لحتى نروح ونحضر ما رح نحكي عكي الحال كتير تفاصيل نفضحها عن المضمون ولكن الانطلاقة رح تكون بتمينيشها اللوعة الاموشنز اللي عم بيبينه اصلا بعينيك بطريقة البودي لانجوج حركة الجسم يعني هيدا المسرح نوع اخر بصراحة يعني ما بيصح لممثل يشتغلوا دائما يعني ممكن انه تغيب فترة خمسة ست عشر سنين تترجع يصح لك تشتغل لك عمليا فرصة ما بتتكرر هون عم نشوف الدكتورة كمان ماريا باخوس مساعد المخرج للبروفيسور طلال درجاني وفي ماجد زغيب درجاني هشام لما نحكي عن هال واو لما نحكي عن جد ما عم نقدر يعني لا اشوف انا برأيي تشوف وعن جده تستمتع بالاشية مثل ما انا عم بستمتع هشام لما نحكي عن هالعمل اللي رح ينطلق بثماني شهر بالمركز السقافي روسي اليوم بعالم المسرح لحتى الناس تكون عم تتشجع الناس تكون عم تجي عم تحضر انتوا مستمرين من ثماني اذار بتبدو وبتستمروا لثماني نيسان تقريبا ما يقارب الشهر وان شاء الله بتمددوا كمان ان شاء الله لا في سفر وفي يعني مشروع ان شاء الله رح نبرم في العالم ان شاء الله وبتستاهلوا على كل حال هيدا على صعيد المسرحية بعرف كمان انه مؤخرا انتهيت من تصوير مسلسلات كلنا ناطرينا وعم نسمع فيها مسلسل كارما اخراش سيفة دين سباعي كمان شفناك عم بتصور الشهر السابعي اللي هو من بطولة سيرين عبد النور نظلط لرمضان ان شاء الله وكمان مع مخرج اسامة حمد صورت مسلسل عندي قلب عندي قلب عندي قلب ادي هيك الاعمال اللي ناطرينا لنشوفها بشخصيات متفرقة ادي صعب الواحد يلعب يعني شخصيات ما بتشبه بعضها بنفس الوقت هون انا بصراحة بقلك بصراحة صار عندي انفصام بالشخصية كان معي حامل اربع نصوص بايدي ومنن نص مسرحيات بلاطس البنتة فانا استأذنت بصراحة من البروفيسوري لانه هيدا بده تركيز كتير قوي من المثل تيشتغل هيك نوع من المسرح متل ما قلتلك يعني نوع بيتطلب التركيز بيتطلب وعي بيتطلب بإدراك لتحليل الدور لكل شي فكان عندي أربع نصوص قلت له انه أنا عندي هيدا الشي رح يشتغل رح صوره وبتعرف نحنا بمسلين بالنهاية بدنا نبرم من مسلسل لمسلسل لانه هيدا شغلتنا وهيدا عشقنا يعني بس لانه هيدا المسرحية ان عرضت عليك بدك تكون حاضر فصار فيه كتير تضرب بالأوقات ما بين البروفات وما بين التصوير وبتعرف انه هيدا بده شغل يومي هيدا اللي بيميز بس بدي خبرك عن أنا تجربتي كيف تعودت تصور وكيف حضرت لهيدا الدور وهون انت كنمسل كمان لازم توافقني الرأي لانه اللي عم يشتغله بالسوق هو عبارة عن للأسف شغل شغل انك بتروح بيعطوك النص بتقرأ دورك وبتروح بتصوره ما بتعرف مين قدامك ما بتعرف مين عم تتعاطى ما بتعرف اغلبية الأوقات بيكونوا مش ممسلين لقدامك فأكيدة بيكون فيه ما بكون فيه هاللزة وهالمتعة بالعمل أبداً أبداً يعني أنا ما بدي أحكي شي سلبي عم بصير هيدا السوق بان هيدا الشغله وعم يشتغله بس نحن بحاجة لتطوير هيدا المهنة وتصير صناعة مبنئة يعني مبنية على منهجية أكاديمية فنية ناخدها أكتر على محمل الجد تايصدقونا العالم أكتر تايصدقونا ولنقدم أفضل كمان يعني فن التمثيل هي فن الصدق بأدائك وتكون أنت محلل شخصيتك منيح ويكون كل الإيكيب اللي حواليك محترف وعم يشتغل على منهجية فأنت بتروح بتنصدم بستة التصوير أنه أنه في تسميع في عم تعطي عم بيقدوا أدوارهم عادة المخرج منه فاضي يحلل مع المثل ليه عم تعمل هيك الفعل اللي عم بيعملوا المثل مش فهمين ليش عم يحكي هيك فكارثة كارثة بصراحة يعني بعد ما اشتغلت هالمسرحية أنا أنا كنت بصراحة يعني ما بقلك أنه بعد ما اشتغلت مع البروفيسور طلال درجاني هيك نوع من الشغل صار عندي صعوبة اتقبل كيف عم بيشتغل برا بدي صير أنه بدي صير بدي أعمل شي مع الأشخاص اللي عم بيمسلوا قدامي مع المخرج قلوا أنه شو عم تعمل شو عم بتسوي صار عندي صورة داخلية بس ما فيني اتدخل أكيد ما فيني أنه قلوا للمخرج كيف تشتغل ما فيني قلوا للمسل تاني كيف تقدر هذا العمل مع بروفيسور درجاني كمان عم يمهد لمدرسة بعالم المسرح لخط لنهج كمان يقدر يرتقي فيه بعالم المسرح لا يفرض هالهوية يلي عم يخلقها وهالشغف بالعمل يلي أنت عم تحكي عنه يلي لمسناه كمان بالمشاعر يلي شفناها بالصور يعني إذا بالبروفا وبالصور الجامدة يلي ما عم تتحرك وهالقد فيه مشاعر طالع على برا فإذا مكرا بالعرض شو رح يصير رح تشوفه شي مش شايفينه بصراحة من ناحية الأداء من ناحية السينوغرافيا من ناحية الإضاءة من ناحية كعمل متكامل من ناحية شو عم تسمع وشو عم بتشوف وشو عم تحضر لأنه أنا كممثل عم بحكيك إنه ما بعرف إذا يعني بسموه غرور عن عيدا اللي عم ينحكع عنه بس هيدا الحقيقة هيدا الحقيقة بس أنا بحكيك عن تجربة الخاصة أنا كممثل لما تشتغل بهيك على هيك منهجية إنه هو المنهج الواقع على ستانسلافسكي لا يوعل عليه عم يتدرس بكل جامعات العالم وحتى بأميركا بالستوديو أكتر استوديو يعني لا غبارة عليه لما أنت تشتغل على من هيك مدرسة وأنت تكون عندك إدراك ووعي شو عم تعمل المسرحية مشغولة عهيدا النمط مع أداء التفاصيل يلي ممكن يعني ما فيك تشوف حركة من هشام أبو سلامان ولا من أي ممثل فور فري إنه هيك كله مدروس كله مخطط هي أفعال تمثلية متراكمة فعل ورا فعل ورا فعل ورا فعل ورا فعل ورا فعل فأنت كيف بدك تشوف مسرحية كله أفعال كله تشابك مع السينوغرافيا مع الموسيقى مع النص مع الإحساس مع التمبو مع الإقاع أنا ما نشاغل قبل هيك أداء في مساحة كمان هيك يكون عندكم الإنبوت تبعكم الرأي يلي بتطرحوه على الشخصية أو لأ مع يعني بروفيسور طلال في نوع من رؤية هو شايفة وأنت عم بالطبقوة أو لأ فيها الأخذ والعطى كيف عم يصير الشغل؟ والله ياريت إنه لو كنا منشوف شايفين شوية من اللي هو شايفه بقلك ياريت يعني أكيد أكيد إن إحنا رينا النص لما عطانا إياه مرة واثنان وثلاثة واربعة وخمسة عم بحكيه كأنا كأنا شفته شيء ولما فتنا بتحليل النص شفت شيء تاني فتصور لوان لأنه خابز العمل وبيعرف القصة وشيفها وحاضرة وشيفنا قبل ما بلش مسل يعني تصور لوان هايدي هي المخرج المثقف الواعي يلي يلي بيشوف العمل قبل ما يتظهر فلذلك تحليله رح يكون تحليل خاص فنحنا مع احترامنا نحنا كم مسلين بقلك إياها على البلاطة يعني أنه نحنا ما كان عندنا هالتربية المسرحية الأكاديمية الفنية تا نستلم نص بقلك يا بصراحة ونحلله صح ونص اختمر لخمس سنوات مش نص كمان نكتب بس لأنه بدنا نصدر بس نحنا تعودنا شادي يعني أنت وأنا وغيرنا يستلم النص نشوفه نعمل الخطوط العريضة للشخصية ونعمل إفور لأنه ما حدا بيشتغل معنا نحنا نحنا عم نحلل النص ويكون في خوف بداخلنا لحتى نعطي أصلا خوف طمعت أحلى شي عنا صحيح فكيف إذا أنت عم تشتغل هيك مسرحية شفتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وقريتها وحللتها ويطلع أنه أنت وين بعدك بعيد عن التحليل وبعدني أنا لليوم أنا بعد ثلاثة يعني هيك نوع مسرحية هدا لكم عطا عم له تمرينات هلأ في قسم مع الدكتور خالد عبدالله صار له ستة شهر وأنا صار له ثلاثة شهر عم بيشتغل يومي كتحليل ما نمصدق كيف بترك تصوير بترجع على المسرح ارجع إنعجن بالدور إنعجن بالخشبة إنعجن بالتحليل لأنه يعني عدت شهر بس مين بيعملها شهر بس نحلل عالطاولة إنه ليش أنت عم تحكي هيك شوف هون بتصير كيف داك تفهم دورك وهيدي بتمنى على المشاهدين إنه يعرفوا كيف يتحضر المسرح الحقيقة إنه مش كل شي بيشوفوه عدت على المسرح بيروحوا هيدا مسرح هيدا نوع مسرح بيحترموا أنا ما بدي أحكي شي سلبي عن المسرح شو عم بيصير مش كل شي بيشوفوه هو الحقيقة مش كل شي بيشوفوه على التيفي عادة عن المسرح ولا عن دعايات عن المسرحيات هو المسرح الحقيقة أنا بتمنى يجوا يحضروا هيك نوع من المسرح تيشوفوا التقل والمسرح الجاد يلي أنا هيداك اليوم عن بعضهم حضا قلت له بدك تجي تحضرني بالمسرحية المسرحية موضوعة هيك بتشوف مسرح جد قالوا ايش بعد في عالم تجي تحضر هيك مسرح يعني ليك قديش مؤذية أنا كممثل اسمع انه اوديينس الجمهور عندهم هيك فكرة عن المسرح الجاد والمسرح يلي ممكن يفيش خلق وغليل المشاهد لما يحضر يعني ما بعرف قديش لأوين بدنا نوصل فلذلك دور الدكتور طلال البروفيسور طلال بهيك أنواع عمل ودور أنه أنا كأساس جامعي كمان ودارس مستر وهل عم حضر لها الدكتورة دوري كمان يعني حضر طلابي على منهج أكاديمي فني علمي بيحضر بعدين جمهور مسقف يحضر هيك نوع مسرحيات ويقول شكرا لأنكم عم بتضيفه للفن قيمة مضافية طالما ذكرت التعليم هشام اليوم لما نكون عم نوصل هالطلاب الجديد لحتى ننقلهم هيدا الشعر لأنه اليوم في استمرارية كمان بالعمل بالمسرح في جيل جديد كمان أكيد بده يستمر اليوم كيف منلخص المسرح اللبنانية شو عم نسلمهم اليوم لهالطلاب يعني لك إذا أنا كنمثل إذا أنا ما كان عندي إيمان بالمسرح يعني أنا ولا مرة مثلا بتعرف شو تقول لك سر هيدا أول مسرحية من خمسة وعشرين سنة من أول ما تفت على الجامعة أول مسرحية بيشتغلها ليه لأنه ما كان عندي إيمان إنه بالمسرح إنه شو بدي أعمل وبتعرف قديش لممثل عشقه للمسرح وقديش بحاجة يشتغل المسرح وقديش عباله يفيش خلقه على الخشبة بدور يقدر يطلع طقاته المكمونة داخله وديه علاقة مع الجمهور كمان هيدا اللي بيصير فلذلك بما أني أنا ما كن عندي إيمان بهيدا الشيء وتخرجت وما شفت هيدا الشغل يلي بيشتغل على المنهجية الأكاديمية وبيشتغل على الطريقة الصحيحة وبأوانين المسرح الصحيحة وكله هو مثل تجارة إذا بدك سمع طاعة خود هاد نص سمشي من هون سمع لي هيدا 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 مش موجودة به المسرحية أما خود هيدا الدور بدون يعملوا شو بيجوا بيحضر العالم أوكي إذا بتضحك تبسطه إذا ما تضحك ما تبسطه يعني ما بعرف قديش صار معيار المسرح بتسميه مسرح اليوم صار ترفيه أكتر يعني بمعنى صارت ليس بتروح أنه بدأ تضحك بدأ شي لايك بدأ شي ما تفكر فيه طب شو بنعمل هيك بدأ بدي بدي ربي طلابي أنا كان عندي كان عندي مقابلة كنت بجامعة قال لي بكرة بنحضر طلابنا ما بدي سميه مسرح بطل له لحظات شو تحضروا نالي بطل له ولا ممكن أنا بروح بحضرهم مسرح يستفيدوا منه يشوفوا الأفعال المسرحية بيشوفوا الامسلين بيشوفوا هيدا مع احترام للنوع الكوميدي اللي بيشتغلوه يعني هيدا كمان نوع آخر بس أنه حتى بمطارح معينة بتشوف المسؤولين عن هيدا الجامعات وبتشوف عن القيمين فيه جهل بهذا الموضوع؟ بيكون ما عندهم ما فيه سقافة؟ للأسف لأنه ما فيه منهجية يعني نحن منطالب يعني الدكتور طلال من أشد المطالبين بأنه تتغير هيدا المنهجية ويكون فيه قوانين للفن يعني مثل ما أنت بتدرس تدرس رسم بعلموك أصول الرسم بتدرس هندسة بعلموك أصول الهندسة بتدرس طب بعلموك أصول الطب فيه قوانين فيه رولز يعني مثل ما تكسب كله فيه رولز طب بتجي للفن بتقوله يلا عملوا هيك سووا هيك رقصه سووا شيله ومين من كان صار يفوت على المصلحة لا لحظة أنا شو دارس؟ هالفاضي؟ أنا دارس أنا بتعرف دارس أربعة سنين ديبلوم وراجع دارس سنتين وهلأ بدي تلات سنين دكتوراه طب أنا مثل مثل الدكتور طب لاش أنا لما اتخرج هيدا كل التخرج بلاقي مين من كان بفزع التلفزيون وبمثل وهيدي يا ماما انت حلوي روحي تلاعي على التفي ويوش وحلوش وشو أمور انت خرجك بيعطول بطل بتعرف أنا لحديت هلأ باني ايخ الدور بطل أساسي؟ صحيح لا؟ رح افتح كانت هيدا الخامة بس هون أنا أساسي أنا هون بطل طبعا أنا لما كون بأيادة أمينة مع البروفيسور طلال درجاني ومخرجين بيشتغلوا على هيدا الطريقة أنا بأيادة أمينة وأنا بطل فوق السطح عرفس كيف؟ وبتمنى لما تيشي تحضر هلأ أنا كله هيدا مش رح يعني قديش قلت عني انه ممثل جد وبيحضر دوره وما بعرف شو كل اللي رح تشوف هشام رح تشوف هشام بشي وهيشام بهيدا المسرحي شي تاني نعم ذكرت البطولة وانت اليوم يمكن كمان لممثل بكون بطل بيدور حتى لو بيّن صامت على الشاشة قدر يتخطأ أي حاجز ولكن البطولة اللي عم تحكي عنا وهل يعني عدم توفر الفرص لأنه للأسف مين مكان عم يعمل شو مكان وعم بفوت دخيل على الوسط الفني لأداها هذه الظاهرة مضرة وهي يمكن عم تردنا شوي لورا بمقارنة مع ما عم يحصل عربيا حوالينا يعني مع الانتاجات السورية مع الانتاجات المصرية كمان عم تلعب أوقات ببعض الأحيان عامل سلبي بهيدا الموضوع عم تضر فينا انت تلخص لك الموضوع بهيك انت شو بتقدم للجمهور شي صح شي مدروس وصحة ونص جيد وإخراج جيد بيشوفوه الجمهور صح يعني انت لما تجي للأسف يعني لما تكون نصوصك ركيكة ما بتشبه الواقع تبعك ما بتشبه الانسان يلي موجود عالطريق يلي موجود بكل حي ما بتشبهك لما القصص ما بيشبهوك كله نهولتا نحكي عن الناس طب كيف الممثل بده يلعب؟ أي شخصية بدك تلعب؟ دور صامت عم بتقلي انه ما فيه دور كبير ودور صغير فيه ممثل كبير وفيه ممثل صغير بس لما تجي تطلع بهيك نصوص البطل بيبين صامت قدام العالم انه لانه البطل مش مرسوم صح البطل مش مكتب له صح فشو بدك تلعب بعدين بهيك مسلسل هلا احنا عم نحكي رجعت حكيتني عن اشياء المشتركة يلي بين بالعالم العربي الانتجات المشتركة الانتجات المشتركة انت كنمثل انا رح ركز عن نقطة الممثل انت كنمثل عندك هالخامة وعندك هالخميرة اذا استلمت نص صح ومخرج يحلل نصك صح ويشتغل معك صح على الافعال المسرحية ويكون كل الممثلين متجانسين ويكون الممثل المناسب في المكان المناسب صدقني من ضاهي بتعرف وين وصل عملك بيوصل على العالمية طحيح على الحال هيدا الالتزام يلي بدنا نشوفه بمسرحية بلوتوس البنتي ابتداء من 8 ادار بي المركز السقافي الروسي بي فردان لا تيكتس والناس اللي بدنا تحجز كيف طريقة اذا بمرقوا البوستر بس يرجعوا نحن المركز السقافي الروسي مع المشاهدين حتى نرجع نشوف كمان يعني كل التفاصيل على كل حال كمان على سوشال ميديا يعني اكيد المسرحية عندها طبعا عندها بيج طبعا نعم عندها بيج وعندها كمان البطاءات موجودين بمسرح السقافي الروسي موجودة على البوستر للاستعلم والالاتصال بمسرح المركز السقافي الروسي و تقريبا صاروا نص العروض يخدينوا انضمانات يعني من هلأ يعني من هلأ يعني المده يحجو زي لاحق حالا العالم بصراحة لأنه العالم ناطرين هيك عمل و البروفيسور طالال درجاني كل 8 سنين تيشتغل عمل ناطرين اللي حتى نشوف ناطرين اللي حتى نشوف ناطرين اللي حتى نشوف يعني كل اللي عم بيشوفه يجو يحضروا عنجد يجو يحضروا المسرحية لأنه رح يشوفوا نوع آخر من المسرح رح يشوفوا حالهم فيه و كانت ويت لحتى نحضر هشام ابو سلاويل شكرا لوجودك كمعنا لتمنى لك توفيق بيها العمل و بكل الأعمال اللي ناطرين على تليفزيون و اشياء اللي عم تتحضر كمان ان شاء الله بس شكرا لك انه هلا يعني اكتر الشي فخور فيه و كتير مبسوط فيه هي هيدا المسرحية اللي رح تنعرض بين تماني الشهر تماني قدار و تماني نسان و ما تتصور قديش كتير كنت محظوظ ان اشتغل هيك طبعا يشام ابو سلايمان شكرا لوجودك معنا موفق بكل شي و نحنا كمان محظوظين انه رح نروح و نحضر عمل هالقد بيستاهل انه نكون يعني عم نشتاق للمسرح الملتزم و المسرح يلي بيشبه النطاء العالمي بهذا الهيطار شكرا لك هشام ابو سلايمان احلا و سهلا شكرا مشاهدين احنا و اياكم من تابع صبحياتنا بريك بيفصلنا على المتابعة احلى صباح نوزا بينج تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة